أفشر يا مؤمنين ويا مسلمين أخيرا ظهر علينا من يدعونا إلى احتقار الآخرين لماذا؟ لأنه يؤمن بإلهه ويرى بأن هذا الإله هو الذي أوصانا باحتقار الآخرين لا تستمعوا إليهم لا تقولوا لأحد أنت لديك رأي لا تحترموا أحدا هذه الشعارات كلها شعارات هدفها إسقاط القداسة عن الله احتقروا قدر ما تستطيعون بل علموا أولادكم عن الاحتقار ففي الاحتقار كل الخير وكل البركة وفيه عزكم ومجدكم فلا يمكن احترام هؤلاء وتعظيم الله في الوقت نفسه هم على أن يحتقروا نعم يحتقروا فعنوان المرحلة اليوم لدى شياطين الإنس إسقاط القداسة عن الله تعالى وأمره ونهيه في قلوب الناس هذه خلاصة ملايين المقاطع والمقالات والأنشطة والفعاليات والقوانين التي إما تتحدى الله تعالى وشريعته صراحة أو باللف الدوران بدعوى أنها تحب الله ولكن تثور على التعصب والتخلف وتأتي بالتنوير والتجديد والدرع الذي يتسثر به هؤلاء في حربهم هو احترام الآخر فمهما نطق به هذا الآخر من كفر وزندق وامتهان للدين فإن عليك أن تحترمه وتحترم رأيه وحرية تعبيره وإلا فالتهم المعلبة جاهزا هكذا كما ترون هناك مجموعة من الناس الذين هم شياطين الإنس بتعبيره وهؤلاء مشروعهم إسقاط القداسة عن الله ففكر السيد القنيبي وهو نموذج أنا لا أقصد القنيبي وحده إنما هو نموذج للنفس الديني أو المنظور الديني للحياة والإنسان والعالم هذا المنظور هو نفسه متكرر بأشكال مختلفة القنيبي مشكورا يمثل هذا النموذج القالب الذهني الذي ورثناه وعمقه 1500 عام الذي تمخض عن هذا التراث الضخم أشخاص مثل القنيبي وأنا أشكر جدا على هذا الفيديو تحديدا لأنه أعتبر قمة أمم القنيبي وأمثاله ليس هو تحديدا كالشخص أنا أتحدث عن هذا القالب وهذا الموديل فهو يقول هناك اثنان شياطين الأنس ونحن من هم نحن وهو إله القنيبي يعني القنيبي لديه إله هذا الإله يدافع عنه القنيبي هو يقول هناك إله بالصيغة القنيبية أو الصيغة السلفية أو وهناك شياطين الأنس ما هو الحل للمواجهة شياطين الأنس هو احتقارهم هذا الاحتقار هو الشيء عظيم ويجب أن نغرس هذا مبادئ هذا الاحتقار في قلوب أبنائنا ويجب أن يعني يرضعوه منذ لحظاتهم الأولى حتى الممات وإلا فإننا سنكون في خسر حسنا كيف سنعالج هذه المسألة؟ بالاحتقار وأن كل من يتحدث عن مسألة احترام وأن هناك آخر فهذا كلام فاضي ومحاولة لإسقاط القداسة عن الله هذه القضية بالنسبة له بالنسبة له هناك حرب شعواء هناك عالم متوتر دائما ليس هناك أي فرصة لسلام ليس هناك أي فرصة لحوار ليس هناك أي فرصة لوجود شخص لديه رأي مختلف هناك رأي واحد هو رأي القنيبي وإله القنيبي هذا إله القنيبي يجب أن يخضع الجميع لهو إلا فهو التوتر سيشيع في كل مكان عندما تستمعون لهذا الشخص مثلا تلاحظون مسألة أساسية أنه أي كلمة يقولها تشيع التوتر هناك نوع من اللا استقرار هو وجوده بأكمله هدفه أن يشيع اللا استقرار يشيع الفتنة يشيع التوتر بين الناس يرفع من درجة حماسة الآخرين يرفع من درجة عدوانيتهم استعدادهم للحرب استعدادهم للنزاع للصراع هذا هو القنيبي وأمثاله طبعا لأن هؤلاء هم أدوات للتحريض والتحشيد ولجمع الصفوف وشن الحروب والاستعداد الدائم لفتتاح الأمم والأراضي وأراضي الله واستعادتها لأبنائه الخلص ومن بينهم السيد القنيبي من هما الشياطين الأنس هذا لا نعرفه هو القنيبي ليحدد من هما الشياطين الأنس أتباعه أيضا هما ليحددون من هما الشياطين الأنس وهذا وإله القنابي تحديدا وكذلك الدواعش هم لديهم إله الدواعش وكل واحد يعني يقسم ويفصل ثياب الله على مقاسه ويأتي ويقول هذا هو الله الذي وعدنا به الذي تحدث عنه الرسول محمد فبالتالي لاحق لكم أن تتحدثوا بأي شيء أنا الوحيد المخول بهذا الكلام وأنا الناتق الرسمي باسم هذا الإله وكل ما عداي هو من شياطين الأنس وإن تحجج وقال أنني كذا وكذا ولف ودار كما يقول يعني أكو حلين إما أنت تتبع إله القنابي وكلام القنابي أو أنت من شياطين الأنس وإلا ستكون في خسر الآن ما يخالفه ستحن نقول أن هذا الرجل يعني عدة عقيدة لا بأس يعني هناك ملايين الناس أتماقات لكن خلنفترض هذه العقيدة تحققت تحققت كما يرغب السيد القنابي وأمثاله من دوائش وغيرهم وسلفين وأخوان ولاية فقيه ونصارى أيضا هناك بعض النصارى أو بالتسمين الإسلامية أو مسيح أيضا لديهم أحلام من هذا النوع لكل واحد أدعا لكن خلنفترض القنابي نسحت خطتها لفصل العالم إلى قسمين قسم شياطين الأنس وأتباع إله القنابي وخلنقل هو هذا الله نفسه الإسلامي فماذا ستكون نتيجة يعني حسنا يعني بعد هذا إلى حروب العالمية التي شنها السيد القنابي سينتصر وسيفوز أتباعه يعني يحققون أحلامهم كلها ويقضون على شياطين الأنس زياني تم القضاء على شياطين الأنس هل تنتهي المشكلة؟ هل ستختفي البطالة؟ هل سيختفي المرض؟ هل سيختفي الجوع؟ هل سيختفي الظلم؟ هل سيختفي الفساد؟ ما هي الضمانة؟ ما هو مشروعك يا سيد القنابي حدثنا عن مشروعك يعني أنا ألا بس أنا معاك يعني أنا لا تقول أنه أنا ضدك لأنه لا أريد أن أكون أضد أحد أنا بالنسبة لي لا يفرق عندي الشي يعني لا أريد أن أكون أضد أحد بس أنا أفهم أنت إلى أين تريد أن تصل يعني خلت ترضى أنه حققت ما تريد وغلفت الرؤوس وغلفت القلوب وعملت الأفاعل لتحقيق طموحك حسنا وراحش راح يسير يعني هل هو ها هي القضية التي يعني هل هي هذا الذي أنت تدعو إليه هي حاجة أساسية للناس؟ هل هي هذه القضية التي الناس بحاجة لها؟ هل الناس بحاجة إلى بث الفتن؟ وبحجة نالك إله ويجب أن يتبعه الجميع؟ غصب رغم أنفهم؟ يعني أوكي بس وراها هل ما جدوى هذا على أرض الواقع؟ هل سيبني لنا بيوت؟ هل يشق الطرق؟ ما علاقة هذه بالتلك؟ قضايا الحياة اليومية الآن أصبحت معقدة بشكل لا يوصف أنت لديك دعوة بسيطة وواضحة أنه يابقى اتبع الله يابقى على أين رأسي؟ زلوا بعدين هل هي هاي قضيتنا الأساسية؟ لا هو يقول لك هاي قضية الأساسية لماذا هي قضية الأساسية؟ واضح الهدف هو خايف هو قال آلاف وملايين المقاطع شوية مبالغة سواها التي كلها تتحدث عن هدفها إسقاط قدا سعلى الله بألف طريقة والطريقة هو واضح أنه رجل خائف يخاف على رصيده يخاف على أتباعه بل يخاف على أولادهم يخاف أن أولادهم لا ينص بسبب لأنه ليست يشعر أن كل شيء يتفرط ينفرط من تحت أقدام دعاة التعصب والتطرف من أمثال السيد القليبي وأكرر أنا لا أقصد الشخصيا لا أتعامل مع الأشخاص لأن هذا النموذج بالنسبة لي أنا النموذج اللي كما أراه ربما عند أهداف أخرى ما لا علاقة أنا أخذك نموذج ولا أفعل ما يفعله الكثيرون في تعليقاتهم عليه وأيضا أكرر أرجو أن لا يدخل من المتدينين يعني هذا كلام لن يسرهم وزيزأجهم والقناة ليست مفتوحة للمتدينين أو المتعصبين دينيا هؤلاء أنا يعني قناتنا بسيطة ما تحتاج يدخلون بها هؤلاء ما نحتاجهم ولا نريدهم ولا نريد شويتهم ولا نريد نزأجهم أيضا لأنهم في عالم آخر مختلف عننا تماما هذه واحة فكرية نناقش فيها كل شيء واحة فكرية لا تريد المؤمنين جدا ولا تريد الملحدين ما لا علاقة لا بها ولا بذلك الناس الذين يطمحون بالتفكير والفكر وليس التبشير قضيتنا أساسية التفكير فقط ومحاولة فهم ما يجري كما هو بموضوعية وبدون أهداف شخصية أو يعني رغبات بالانتقام من هذا أو ذاك أو الوقوف إلى صف هذا أو ذاك أو هاي الجهة أو هذا المذهب أو ذاك وعليه فأقول أنت الآن يعني ألغيت فكرة الاحترام أو مفهوم الاحترام كتمت الحريات أسقطت كل حقوق كل ما يسمى حقوق إنسان وعند حلقة وضيج حقوق إنسان قال أنه لاش لا وجود لشيء اسمه حقوق إنسان والإنسان البشر كلهم عبيد والإنسان هذا غير موجود ويجب أن هناك إله واحد نتبعه وإنتهى الموضوع هذا كلام الواضح يعني الآن يدعو إلى الاحتقار الآخرين وكما قلت يعني يعني ماذا بعد ذلك يعني الغيت الاحترام والناس نكبت وبدأ الأخ يقتل أخوه والجار يقتل جارة ويعني انسبت العالم انسبت الكرة الأرضية كلها بسبب دعوتك إلى احتقار الآخرين هل هذا عقل سليم؟ هل هذا من يتحدث بهذه اللغة عقل سليم؟ هل الذي يرحب ويكتب تعليقات عليه؟ لا أو التحليقات أنا أستغرب بشر كيف يستقبلوا هذا كلام؟ يعني على أي أساس؟ هو مجردق لك الله ورسول وقال الله وذكر لك حديث نبو وذكر لك آية قرآنية يعني خلاص؟ خلاص يعني لازم تصدق ولازم تؤمن؟ ما هذا؟ شوية يا عالم فكروا يعني افتهمنا احتقروا الآخرين هل تعرفون أن احتقار أشد من الكراهية؟ الاحتقار ألعن من الكراهية يعني لو يقول لكم اكرهوا أم أحسن؟ لأن الاحتقار يعني الكراهية كره إلى علاقة بالمشاعر قريب إلى المشاعر إنه مثلا هذا الشيء أكره يعني نفسيا ما ارتاح لكن الاحتقار فيه جانب إدراكي وجانب حسي وجانب إلى علاقة بالعاطفة والعلاقة بالشعور فالاحتقار هو مركب كامل يعني عندما طلق لكم تعريف الاحتقار رح تتفاجئون بمعناها معناها يعني أشد أنواع يعني كل ما هو سيء موجود في مفهوم الاحتقار فعندما أنتم يدعوكم هذا الشخص إلى الاحتقار الآخرين فما الفرق بينه وبين الدوائش؟ ما الفرق بينه وبين الذين يكفرون ويدعون إلى نشر الدمار والفتن وانقسامات بين الناس ما جدوى هذا والله شنو أنت عندك إله وهناك من يريد يسقط القداسة عن الله يعني سقطت القداسة شنو مشكلة؟ يعني هل هي قضيتنا يعني؟ سقطت القداسة عن الله هل خسر الله شيئاً؟ أنت تقول هو الذي قال لن يخسر الله شيئاً سقطت القداسة عن الله هو لا يرفع لك شعار ويخوفك يقول لك الله هؤلاء مشروعوا مسقاط القداسة عن الله يجب الآن أن ندخل إنذار كل إحنا حتى نرضي السيد القنيبي لا ويجي أي وحد لازم ما يفتح فما لازم أن يقول هذا دعوة الاحتقال لازم أنا أيد القنيبي أي واحد يطلع لازم لي ما ييد القنيبي بالاحتقال هذا لازم يستحق الاحتقال تخيلوا تخيلوا هذا العقل الذي لا يوصف لا يوجد مثيل له يعني حتى يعني ما أدري حتى الأنبياء الأوصياء حتى لو كان هناك دعوة الاحتقال لا يقولونها بهذه البجاحة وهذه الصلافة وهذا الافتخار فإن هذا الشخص يجعل الافتخار على نين وباليوتيوب والأمم الأرض كلها الآن تحذر تحذر من نشر القيام الكراهية والعداوة والبغضاء بين الناس لأنه يعرفون نتائجها يعرفون نتائجها الوخيمة يعني بغض النظر ستتعدى قد أسعنا الله لا نتحدث الآن عن إيمان وعن كفر وعن إلحاد نتحدث عن مبادئ أساسية يجب أن تشئ بين بشر جميعا أنت عندك إيمان لا بأس ما عندك مشكلة لك لكن كيف نكتب من أفواه يعني ماذا أنا فعل عندنا ثمانية مليار من البشر هل هذا كلام معقول كيف توافقون على هذا الكلام كيف إنسان حتى مؤمن صادق في إيمانه كيف يمكن له أن ينغس الدماغة بهذا الكلام ويستمر في الاعتياش على هذا العلف اللغوي أو البلاغي كما أسميه هذا العلف البلاغي يسحرك ما يخليك تفكر عندما يدعوك الاحتقار لا تصفق خلفه وانتبه ارجع على وعيك وانتبه ما معنى هذا الكلام أوكي أنت هذا كافر ما يخالب احتقرته فكر بالنتائج أنت حتى أنا هذا كرهة على عين ورأسي بس هل أنه أنا كل واحدة كرهة هدعو الناس إلى كراهيته مع ذلك بعد ذلك ترجع علينا على أولادك على أهلك على عائلتك على شعبك على مدينتك على شارعك ما راح تصير الدم للركب هذه هي وكيف يتم بث الكراهية والحقد وكيف يتم القاء القنابل الموقوتة كل كلمة يقول هذا الرجل هي قنبل الموقوتة هذا التحذير أنا أدعو للناس أنا لا أريد أن أكون مبشرا لكن أدعو أن أفكر فقط فكر أنه هل دعوة للاحتقار إذا افترمنا أنه على حق خلنا افترضه على حق على حق وهناك إسقاط قداسة عن الله على حق لكن هل هذه الدعوة معقولة خلنا افترض أنت مؤمن وتقول هناك كفرة وهناك ملئدي هل الدعوة للاحتقار هي دعوة من إنسان عاقل واعي فكر بيها أنا لا أفرض عليك شيء لكن فكر بنتائجها وعواقفها الوخيمة فقط وأنت بعد ذلك أتمنى أن أسمع تهليقاتكم طبعا الأكيد الذي أعتاد على هذا على النهل من هذا العلف البلاغي و عجزه وبات عاجزا عن تحليل الأمور والتفكير بطريقة سليمة وعدم اتباع ما يقوله الغنيبي وأمثاله من رجال الدين أو دعاة هو ليس برجل الدين هو داعي لم يصل لها درجة شيخ فهذا هو هو هذا المحرض هل هذا يجوز أن تتبع أنت إلى أين يقودك يعني شخص من هذا إلى أين يقودك والله أنت أوكي مشيت وراه وصلت إلى أقصى شيء وعلمك احتقار وعلمت ابنك على الاحتقار كيف هذا ابنك راح يعيش العالم الآن مفتوح على بعضه العالم الآن ليس يعني هذا يتحدث بزمن ابن تيمية مثلا ابن تيمية أيضا كان يدعو الاحتقار لأنه مقلد هو يقلده مية مية ما عنده لا يمين لكن كيف الآن تعيش في هذا العالم كيف لك الآن أنت موجود الآن ممكن أن تشتغل مثلا إن شاء الله تبيع تبيع طماطب أنت لا بد أن تلتق بالآخر تبيع طماطب تتواصل مع تجار من بلدان أخرى أحيانا تشتري أو تزرع طماطب تحتاج أدوية تحتاج سماد تحتاج أشياء كثيرة فلابد أن تتواصل مع الآخرين كيف ولابد تجع بضاعة من الآخرين وبعد ذلك لك لا هذا لا يجوز التعاون مع هؤلاء ويجي لك لا دولا لا يحترمون دولا يريدون إسقاط القداسة عن الله ويقول لك أن هذه البضاعة فيها أنت تمول هؤلاء الكفر الذين لا يحترمون الله يطلق لك قصة يعني ما في مشكلة فكيف تتواصل مع العالم هل هذه الدعوة عقلانية لإدامة الحياة والبحث عن أسباب يعني الأسباب التي تديمها للحياة وتعزز من فرص التعاون بين البشر وبما يختم الجميع ما الضير يعني وحتى ذا افترضنا هذا كله تحقق للسيد القنابي وأنثاله من المتعصبين أو الذين يعانون من الإدمان الديني هؤلاء حسنا حصلت كل شيء هل ستكتفون؟ هل ستكفون أشركهم؟ لا لأنه هو مثل الإدمان أنت يسمونه حالة التعطيش المدمن كل ما يشرب أكثر كل ما يشتهي أكثر يعني جسده يتعود على هذه المادة أو على هذا الفكر أو على هذا الإيمان بحيث لا يستطيع الحياة بدون هذا الإيمان كل ما ازداد إيمانا كل ما ازداد تناولا للكحول الديني أو الكحول الطبيعي كل ما جسده طلب المزيد فبالتالي العنف ونشر التوتر والبغضاء بين الناس والكراهية هي المادة الغذائية التي يتغذى عليها هؤلاء لا يستطيع إلا أن ينتفق ويتمدد كما يقولون يعني الإدمان الديني يتمدد بشكل خطير وأنا أنصح هؤلاء أن يراجعون طبيب بصراحة لأنهم خطر على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى آخرين يصير مؤمنة أنا ما أقول لك أنا ما عندي مشكلة مع الإسلام صير مؤمن صير متدين ما عندي مشكلة ولا أدعو لا تخلص من الدين بالعكس بالعكس أنا شوف الدين الإسلام دين ممتاز ومفيد للناس ممكن أنه الناس يعني يتوحدون تحت راية الدين الإسلامي مثلا أو الدين المسيحي أي دين ما في مشكلة يعني لكن المشكلة عندما يتحول إلى أداة لنشر التوتر والبغضاء بين الناس وتشتأل الحروب وإحنا في غناء عن كل هذا حروب من أجل ماذا وهل هناك نهاية لهذه الحروب فدخول في مجرد عداء مع الآخرين بدون هدف مجرد أن ترضي رغباتك وإحساسك بوجود آخرين كفرة هذول كفرة هذول لا يستحقون احترام هذول لازم نحتقرهم هذول كذا هذول كذا وهكذا نظل إحنا بالعراق نقول لك جاك الذيب جاك الواوي تشعر دائما أنه أنت في عالم خاص بك وأن الكل هو يتآمر عليك وأنك المظلوم الوحيد وبناء يجب أن تستعد لهؤلاء الكفرة هذا يعني هذا عقل مرضي بدلا من هذا ما تتفع بدلا من ما تقول أدعوهم للاحتقار تعال ندعو أقول إحنا ديننا دين عظيم وهذا الدين مر في مرحلة كانت هناك إشكالات مع دول جوار مع أشائر مجاورة مع كفرة مع مشركين مع كذا وكيت لا بس الآن إحنا في عالم مفتوح لا نستطيع أن نحارب الجميع وعلينا أن نكون مخلصين مع أنفسنا ونحترم الجميع وكل ما ازدد احتراما كلما ازدادت قيمة ديننا ارتفعت قيمة ديننا فهو ماذا يفعل يفعل العكس فبالعكس أنا مفروض الملحدين الآن أن يقدمون له الشكر الجزيل على ماذا على ما يفعل لأنه بحجة عدم اسقاط القداسة عن الله أسقط القداسة فإلا عن الله أسقطها تماما بل دمر هدى تدميرا لا يوصف لكن في غيهم يعمهون كما يقول القرآن أو كما يقول النص الديني ف يعني لن نجد أكثر اسقاطا للقداسة عن الله من هذه وهي ما هي القداسة ما هي القداسة هذا السؤال ما هي القداسة هل القداسة أن تمارسك رهية ضد الآخرين أم أن تدعو إلى الرحمة والتوادد والتسامح والتفاهم والتعاون أنت كل ما تتعاون كل ما ازداد صيتك ازدادت أهميتك ازداد ازدادت حاجة الناس لك هذه الحقيقة بس لماذا لأنه يشتهى السلطة لأنه يريد أتباعا وبدأ يشعر بأن هؤلاء أتباع سينفرطون بدأ يشعر كما يقول وجود ملايين الأشرطة التي بدأت تظهر الحقائق تظهر أن خطاب من هذا النوع خطاب سيء ولا ينفق أحدا لخطاب سيء ليس الآن إنما منذ أن وجدت البشرية بل أن الأدوان حتى بين الحيوانات لا تحتقر بعضها تخيلوا حتى الحيوانات أحيانا تتعاون فيما بينها رغم أنه بعضها متحاربة مع بعضها البعض فيجي الشخص بعد خمسة عشر قرنا من الإسلام يأتي يقول لك احتقروا الآخرين وفخور يقول لا وعلموا أبنائكم اغرزوا اغرزوا مفهوم كل ما هو يساعد على التقار في نفوس وعقول أبنائكم يعني أنا ما أعرف اليوتيوب كيف يسمح بهذا الشيء كيف تسمح الدولة الموجود في هذا الشخص أن يقولوا هذا الكلام كيف هذا الشخص ينشر التوتر بين الناس وليس هو لا أنا ما لإعلاقة به أنا بالأكس أنا أعتبره الآن يعني شيء ممتاز بالأكس مفيد جدا لأنه يوضع لك وضع لك الدين إلى أين يصل الإدمان الديني والعلف الديني إلى أين يصل سواء من قبل الإدمان الديني الخاص به والتعطش إلى السلطة والسيطرة على الآخرين والخشية من خروجهم عن طوق وعن سيطرته ويشعر أنه رصيدة يجري التآكل من رصيدة ربما ربما يعني يشوف عدى أرقام جديدة وضحت له أنه هناك مخاطر كثيرة فخرج على الناس صارخا جاعرا يقول هلموا يعني هلموا إلي واجتمعوا ولا تستمعوا لهؤلاء وهؤلاء كفر فيضرب عصفرين بحجر أولا يشد من عزيمة أصحابه وأتباعه ويحافظ على الرصيدة منهم وأيضا يحافظ على الرصيدة من عوائلهم وأبنائهم وأبناتهم وفي الوقت نفسه يعني يحذر الآخرين يعني يعمق الشرخ بين أتباعه والآخرين وكلما تعمق الشرخ كلما بدأ يشعر يشعر براحة نفسية أكبر والدرع الذي يتسثر به هؤلاء في حربهم هو احترام الآخر فمهما نطق به هذا الآخر من كفر وزندق وامتهان للدين فإن عليك أن تحترمه وتحترم رأيه وحرية تعبيره وإلا فالتهم يعملون على هدمه من الداخل لذلك من أهم ما نغرسه هم حقيرون عند الله فيجب أن يكونوا حقيرين عند المؤمنين بالله أعظم قيمة تغريسها في نفسك ونفس أبنائك لأنها قارنة لتعظيم الله تعالى هو يقول لها لا لا تحترموه أنه بحجة الاحترام الآخرين يدعو لعدم احترام الآخرين يعني هو من الذي لا يحترم الآخرين هو أنت الآن الذي تحترم الآخرين أنت الذي تدعو لعدم احترام أحد بغض النظر عن شي يعني تبقى العلاقة بينك وبين الآخرين ليست علاقة إنسانية ليست علاقة اجتماعية ليست علاقة جوار وتفاهم وعمل وتفاعل وأخذ وعطاء لا إنما علاقة إلها علاقة بالله إله القنيبي أو إله السلفي أو إله الإخوان أو إله الخاص الإله الشيعي فهذا الإله هو الذي أنت أو الإله حتى المسيحي ما في مشكلة خاف بعض طال إلي واحد صار ليوم يقول أنت نصراني ما أعرف من إن جاء على كل حال فهو يعني يردون أي حجة حتى يصنفك يطلعك لبرا وهذا ما لا علاقة هو يقول لك أن هناك عالمان عالم أنا الإله الخاص بي وعالم الآخرين إنما بشر لا ما في بشر ما في إنسان أصلا ما في شيء اسم حقوق يعني هدم كل الأسس التي تقوم عليها مجتمعات المعاصرة يعني يريد يشعلها حرب شعواء على الجميع لا تحترم أحدا هو لا يحترم أحدا ويدأي أنه هؤلاء بحجة الاحترام يجب أن لا نحترمهم فمن الذي يدعو يعني أنا ما شايف في حياتي الشخص يدعو دعوة علنية بهذا الشكل يعني على الأقل يا أخي مثل بقية المتعصبين دينيا شوية أسر على روحك بس لا أنا أعتبره ممتاز وأنا أشكره جدا على ما يقدم أنا جدا أشكر القنابي وأمثاله وخاصة أنك وهم شبيهها عبد الله رشدي هذا يقول لك هو هي كدة لا تنا هي كدة هذا يعني أحبهم جدا أحبهم لأعتبرهم يقدمون صورة ناصعة عن المدى الذي يصل فيه الإيمان الديني أو حتى العقائد بالمناسبة ليست الدين حتى العقائد أكو بعض العلمانيين أكتبوا تطرف أكثر من هؤلاء يعني تطرف واحد أولاك هنالك يساريين متطرفين بالنسبة منطق فبالتالي هؤلاء هم الذين أنا أدعو إلى أن بالعكس تفتح لهم الأبواب لكن في الوقت نصف تفتح الأبواب للآخرين أنه ينبهون الناس على حقيقة الأمور لا نريد أن نكتم كما يرجو هو أو يطالب باحتقار يا أخير لا أقول بسماء الجميع ونريد أن هذا الرجل وأمثاله أن يطلعون كلهم كل اللي أجل يطلعون وأنا أشكر وسائل التواصل لأنها كشفت أوراق الجميع طلعت طلعت الموجود وهذا يحاول هو طبعا لا يذكر أسماء حكام وبالجملة الأخيرة هو أشار إلى دول ومنظمات وبالضمن لأنه ليست لديه جرأة لأن يقول هذا الشيء لأنه سيخسر كل شيء وهو ماهر في هذا بالتلاعب على الكلام دائما يحاول يعني يتهجم على دول خارجية لكنه لا يتطرق لحكام الدول العربية وهذا جزء يعني يوضح لكم حقيقة الأمور يعني لماذا لا يمتلك هذه الجرأة لماذا يقول أنا مخلص لله أو أعظم أحدا غير الله لماذا لا يتعرض لمسائل الفساد في بلدان العربية يتعرض لمسائل الظلم لماذا فكر فكر سيتحجي لك لا هذه التقية أو التقية ما يفرق بينك وبين الشيعة تتهم الشيعة بالتقية هذه قمة التقية المهم بس هو المتعاطف والمحرم والذي لا يفكر يحاول أن يعني يتحيز مهما كانت الشواهد تعاكسه لأنه يعني أحب وأحكي بالعراق نقول وأكره وأحكي فهو أحب هذا وتعود على العلف البلاغي الخاص بالقنيبي مثلا هناك من هو متعود على العلف البلاغي أو الخرافي لأشخاص آخرين مثل عبدالرشدي بعضهم متعود على العلف البلاغي شعراوي أو سيد كشيك البعض متعود على العلف البلاغي الخاص ببعض الشيوخ الشيعة وهكذا يعني متعودين على هذا هو كل علف لا قيم له علف فارغ لا لا يرتقي بالذات لا يقدم معرفة يقدم فقط إدمان ديني كحولي مستمر يضعك دائما في حضرة الدين هذا الهدف النهاي هو الآن يخشى على رصيدة من هؤلاء لأنه بدأ يعرف يرى كما قلت حقيقة الأمور وكيف بدأت الأشياء تتكشف وأصبحت الحقائق معروفة لم يعج هناك أسرار ولم تعود البلاغ علف البلاغ نافعا كثيرا لأنه التأشبع أخذ على الحد الأخصى بعد ذلك الناس تكتشف أنه هذا كله آيات وأحاديث على أين وراس يعني بعدين ما الذي سيدخل في كيسي مسألة عملية هسألك لا الحياة الدنيا ولا تسوى شروان قير هذا يعني بس أنا أريد أعيش أريد أشرب أريد أشرب أريد أعيش بشكل لطيف ليش تدخني حروبان ما لإعلاقة بها ثم وهذه الحروب لا نهائية ولا جدوى منها ومع أطراف أقوى منك مليون مرة وعلى شنو حتى لو كنت تعقوى منهم جميعا فعلى شنو يعني لازم شوين نفكر بعقل فكروا يعني لا تأخذنا العاطفة بهاي الطريقة اللي اعتبرها سادج جدا وتحتقر الإنسان وتحتقر عقله وتقلل من شأنه وأتمنى كل إنسان يحترم نفسه فقط يتذكر نفسه يتذكر عقله ويحاول أن يوازن الأمور بمنطقية يعني قل لك هل هذا كلام منطقي أوكي أنا أجبني هذا كلام لكن أول سؤال سأل الإنسان يجب لا أسمح لأحد بأن يجري عليه عمليات تقفيص دينية هناك عمليات تقفيص اقتصادية تجارية هناك عمليات تقفيص سياسية الرجال الدين هم أكبر المقفصين دينيا هؤلاء يقفصون عن الناس بهذا الطريقة ويقدم لك ديباجة لغوية هو عاد نفسه بهذه الطريقة يتحدث لك مثلا سيد القنابي بوجه جامد هذا كذا بوجه جامد يعني ويسوي لك كارزمة خاصة بحيث يأثر عليك تأثير نفسي هو خبير بهذه المسألة وأدى هاي الموهبة بصراحة وهكذا هؤلاء منذ الطفولة يدربون أنفسهم على الخطابة وعلى القول بشكل مؤثر على الآخرين ويسلبهم عقولهم ولا يجعلهم لا يمنحهم الفرصة لأن ينهضوا من صدمة الجمل البلاغية الضخمة التي يطلقها والمضمنة بكلام تعودت عليه الآذان يوميا بالشارع يسمع آيات وأحاديث بالمدرسة بالعمل في فتح التلفزيون يطلع على الشيخ يتحدث شوية يحط راسع المخدأ طلع الآذان طلع الذكر وما فأربع عشرين ساعة هاي الكلام مثل أغنية يوميا تسمعها فتعودت إدانك عليها إذا أنا مثل واحد مثلي يجي يتحدث لك بلغة مختلفة كل هذا الإيقاء أنا ما يأجبني لا رأسا عادي ورأسا تكره وتقول هذا أنا ما عندي خلق إليه شخص شخص مغمور ما في داعي سمعة أنا أسمع دول المشهورين لأدى مليون متابع مثلا وذلك يوم واحد يطلع لي قلت ما عندك مليون متابع على أقل دول متابع بالعكس هو واللي يأدى مليون متابع هذا على مليون علامة شك على قيمة ما يقدمه الإنسان اللي يأدى ملايين متابعين هذا لا قيمة لما يقدمه لهم لأنه يقدم لهم ما يحتاجون ه كما يقول عراقي امشي ورائي باتشيك لا تمشي ورائي ضحكك فهذا يقدم لك العلف الذي أنت تعودت عليه لا يقدم لك شيء جديد يقدم لك شيء مكرور ويريد أن يستثمرك ويحولك إلى بضاعة لشيء متوفر وموجود ومغروز داخلك هي تستغل الثقافة التي غرست في داخلك ويجيرها لصالحه بعد الفاصل راح أتحدث عن هاي الثنائية اللي تحدث عنها السيد القنيبي قال تعظيم الله وعدم احترامها فهناك ثنائية يقال لا يمكن أن تجتمع هاتين الثنائيتين أما تعظيم الله أو احتقار هؤلاء فيعني هاي الخلطة أنا أعتبرها مثالية يعني ممتازة جدا وضع مذهب القنيبي والمذهب السلفي عموما الذي يريد أن يهيمن على عقول الناس أما أن تحتقر لم تحتقر هؤلاء فأنت الله لا يحبك الله فبالتالي الله أصبح ليس إلها للقداسة إنما إلها للاحتقار يعني إله الاحتقار هل هي من أسماء الله الحسنى وكأن من أسماء الله الحسنى هي احتقار الآخرين واللي هم أصلا ميفترض من مخلوقات الله على كل حال بعد الفاصل لنسمى لثنائية السيد القنيبي العظيمة لا نعم نؤكد أن هذه أعظم قيمة تغرسها في نفسك ونفس أبنائك لأنها قرينة لتعظيم الله تعالى لا تنفك عنه أبدا فلا يمكن أن تعظم الله وتحترم هؤلاء في الوقت ذاته هم يعلمون ما يفعلون إنهم يهدمون حصول تعظيم الله في قلوب الناس ثم يقتلون إنكار المنكر ويخرسون الأصوات المعارضة ويرسموا الإعلام وحولهم هالة من التفخيم فيعتاد النشأ ذلك شيئا فشيئا الآخرة وأن هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة يقول هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة لماذا أنت تهدد وتزبد وترعت ولماذا تدعو للكراهية والاهتقار ما سبب كل هذا كيف كيف خبطت بين شيئين مختلفين هذا الشيء يستدقى للتساؤل لأنها قرينة لتعظيم الله لا تنفك عنه أبدا فلا يمكن أن تعظم الله وتحترم هؤلاء في الوقت ذاته هم يعلمون ما يفعلون إنهم يهدمون حصون تعظيم الله في قلوب الناس ثم يقتلون إنكار المنكر ويخرسون الأصوات المعارضة ويرسم الإعلام حولهم هالة من التفخيم فيعتاد النشأ ذلك شيئا فشيئا مع نسيان مركزية الدار الآخرة هذا أعظم ما تغرسونه في قلوب أبنائكم تعظيم الله وتحقير من يحادل الله وأنتم بذلك المستفيدون وأبناؤكم المستفيدون أبناؤكم المستفيدون وإلا فالله تعالى قد قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا هنا يكرر السيد القنابي نفس الفكرة يقول أن هناك أن الله لا يبالي بالناس جميعا ولن يزيدوا شيئا من ملك الله وعظمته يعني أنا غريبة إذن أنت لماذا هذا يعني تيدي تسوي حرب حروب عالمية وتيدي تسوي يعني جيوش من الكراهية والأحقاد وال التي تحتقر يحتقر تحتقر الناس بعضها البعض على ماذا يعني لماذا كل هذا الجواب واضح ببساطة لأنه كأنت تريد أن لا يضيع رصيدك من الأتباع هاي الحقيقة هي حقيقة صارخة واضحة جدا إذا هو الله ما رح يحصل فمن الذي سيهتم أنت الذي ستهتم لهذا السبب خرجت على الناس بهذا التصريح العظيم وليس أنت فقط أمثاله عن أقصد النموذج عن أقصد هذا النموذج دائما يتحدث بهذه اللغة المتعارضة هو يقول لن يخسر الله شيئا منكم ويقول لا تحترموا أحدا وبعد ذلك يقول الله نفسه لا يحترمكم يعني تخيل يعني الله لا يحترم الذين تدعوهم يعني تدعو الناس إلى احتقار الذين لا يقدسون الله وتقول الله نفسه لا يحترم حتى المؤمنين نفسهم ولا قيمة لهم أصلا كيف ربطت هذه بهذه يعني إذا الله لا يؤثر على الذين يحتقرون القداسة ولا الذين يؤمنون بالقداسة كلاهما لا قيمة لهما ولا يستحقون الاحترام أيضا شو الملاحظة وشنال النتيجة والهدف واضح لأن دائما هذا الحديث المتناقل للرجال الدين هدفه واضح دائما هو أن أنت تابع إلي إلي أنت تابع إلي أنا الذي أتحدث بسم الله والإله هو إله الخاص يعني ولا يقول لك إله لأن يقول لك هذا الإله الذي أنا أعرفه وحق المعرف وأنت لا تعرف شيئا عنه هذا الإله هو الذي يحتقرك أيضا باعتبارك أنت مجرد تابع وعبد دليل وأنت واجبك الوحيد أن تهتقر من يحتقر إلهي وهذا الله هو الذي أنا من خلال تعرفه فهي هنا الفكرة فكرة مركبة لكن تفكير فيه يعني تفكير تجار مضبوطين تجار قفاصين محترفين يعني القفاص المحترف هاي ميسته ربما سيد القنابي ما يشعر بها المسألة لأنه لا يفكر بها بعنق لكنها هي تصفي صالحي ويقول هذه تصفي صالح ابنائكم هي بالحقيقة صفي صالح هو وكل رجال الدين هاي طريقتهم هو رجل الدين ما قيمته بدون اتباع لأنه هدف الرئيسي يجمع اكبر عدد من اتباع كلما زاد عدد الاتباع كلما زادت زادت سيته زادت سلطته زاد زادت حضوته زاد عدد الذين يخشون من سطوته وكلامه وتأثيره فهي هذا فبالتالي وقلغت جدا من حق الرجل يعني لكن الجميل بالسيد القنابي بطريقة ممتازة لأنه لا يستطيع التراجع وأيضا هذه ليست فضيلة منه لكنه لا يستطيع التراجع عن خطابه هو يعني هو وقع في شر نظريته أو شر مذهبه وشر تطرفه وتعصبه فلا لا يستطيع أن يفعل شيء سواء يمضي إلى الأمام يهرب إلى الأمام هذه الطريقة دائما مصيبة هؤلاء الذين يعني ينشرون الكراهية والخطاب السيء والخطاب المدمر الذي يشيء التوتر بين الناس ويجعل الحياة مستحيلة بينهم فتخيلوا الآن مثلا هذا النمط الذي يريد أن ينشره السيد القنابي بغض النظر عن رأينا يعني خلن نفترض أن أنت مؤمن وطبق التعليمات السيد القنابي باحتقال الآخرين وأنا أقول لك حسنا أنت قر في خياراتك لعن ما عنده مشكلة لكن ما هي نوع الحياة التي ستحياها بعد ذلك يعني ما يعني شنو يعني الحياة هل ستشعر بالراحة أنه أنت ستحتقر الآخرين وترفع حواجز لا أول لها ولا آخر بينك وبين الجميع وعلى ماذا من أجل ما والله شنو إنه هذا يريدون أن لا يعنظمون من قداس الله الله نفس يقول لك ما لا علاقة الله هو ولن شروع نقير ولن تغيرون من قيمة الله شيئا ولا سطوته ولا قدرته ولا سعته ولا عبقريته فما فماذا يعني من أجل ماذا كل هذا الدمار الذي ينشره السيد القنائبي ما هي الجدوى أنا أحدثكم مباشر بأجر التجالي لكن أنا لست خطيبا مثله بحيث أنا غش العقول لا أنا أقدم لك خطاب مباشر كلام بسيط واضح أفكار واضحة ما فيها غمور ما بكلام غامض هو يجيب لك آيات يجيب لك أحاديث أدى جمل جسور لغوية أنا سميها هاي جسور لغوية وحافظها من الطفولة حافظها ويكررها ويحشي لك أسبوع لكن أنا خاطبك مباشرة ما عندي جمل جاهزة ما عندي جسور لغوية أو تعبيرات غامضة وغير واضحة وغير مفهومة ما هو الله الذي يقصده ما هي القداسة وعظم الله ما معنى عظم الله فلا يشرح لك ما معنى الاحتقار ما هي نتائج هذا الاحتقار لا يسمح لك بأن تفكر هو بس قدم لك هذا العلف اللغوي البلاغي الخرافي الذي يجب أن تأخذه كما هو ولا تناقش هاي القضية بس أنا أنا أخشك أنا أقول لك تعال روح شوف التعليقات اللي عندك ما عنده تعليقات عدى ألف تعليق ألفين لكنه كلهم عبارة عن تعليق واحد هو يتكرر نفس وهناك مشرفين أي تعليق خارج الإقاء القنيبي أو إله القنيبي وهناك أيضا جماعة الأمثال أي تعليق خارج الإقاع السلفي أو الإقاع الشيئي أو الإقاع كذا رأسا يتم حث لأنه سيؤثر عليهم بطريقة أو بخرى لأنه التعليق الذي فيه رأي يجعل الأتباع يعني يخرجون من حالة السكر والثمالة اللغوية والبلاغية التي يغرقون فيها فبالتالي هذا خطر كبير أنا بالنسبة ما عندي خطر أنا أشوف تعليقات أدي الكل يتعلق أدي أصدقاء كثيرين بعضهم أنا حتى أنا مرات أشوف يعني أضطر أنا جاوب الجميع أنا أدعو الأصدقاء خاصة اللي يفهمون خطابي اللي بدأ يعني أتم خبرة مع كثيرا أتمنى يردون على هؤلاء حتى يوضحون الأمور لأنني كثيرا بدأت أتعب وأخسر وقت كثير حتى أوضح الأمور لكن جاوبوهم ذول يعني 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 ما عندي مشكلة تعهيل مسألة فكر وليس مسألة فقط احترام الآخرين لا مسألة إنه إحنا أبناء أسرة بشرية واحدة كل إحنا وكل وحدنا أدى أفكار وقدى شخصيت وقدى وضع وقدى أراء فلماذا نشئ التوتر والكراهية فيما بيننا والله من أجل هناك إله يؤمن به القنيبي أو هناك جيران يؤمن بإله مالك الخاص المختلف هذا يؤمن بإله شيئي وذاك يؤمن بإله إخوان ما رح نخلص لا هي قضية التجارة واضح ما بها مجال قضية التجارة لأنه ما معنى أن نختلف ونتقاتل فيما بيننا من أجل ماذا بدلا من أن نتعاون ولتكاتف ونبني بلدانا وشعوبا واقتصادا ومجتمعات راقية ومتحضرة ومتفاهمة ومتسامحة ما الضير يعني ما الضير يعني لنت يعني وهل الإله يرضى بأننا نتحارب 24 ساعة ولا من أجل هذا أسرة الله طاعة الله طاعة الله على العين ورح يشيني طاعة الله طاعة الله أن نكون مجتمعا واحدا متفاهما متصامحة هي طاعة الله هو الله هو شنو الوحدة الرمز المعنوي الذي تتوحد تحت رايته وشعاره جميع الأمم وجميع الشعوب فبالتالي هو هذا الله طاعة الله ورسوله خلص مبدأ بسيط وواضح مسوينا هو قصص لا قصص ولاهوت الأصول فقه وقصص طويلة عريضه هي مبادئ بسيطة جدا فضح الله يرحمه شهرور أحمد محمد شهرور قال هي خمس ستة حكام قانونية تشريعية والتهى الموضوع هو قال رغم أنه عندي اعتراضات كثيرة على شهرور لكن قال ها ببساطة كلها ثارت عليه هو قال أنه موضوع أنتو كبرتو بدون معنى أنتو سويتو هذا المعاني أيضا عندي رابع أنه رسالة الرسول انتهت بوفاة انتهت هو قال أنه الرسول جيت من رب العالمين وهذه رسالتي طاعة الله رسوله ولا تفرقوا وأساسمه بحب لله لا تعبدون أشياء جانبية ولا ترحون على قوانين تفرق الكريمة بيناتكم هذا عبد هذا الإله وهذا عبد ذاك الإله والهدف أنه يعني الإله هو الخالق الجميع وعلينا أن نطيعه يعني الفكرة الإسلامية فكرة جميلة فكرة التوحيد لكن لا يعني التوحيد أنه نصير جميعا واحدا فكرة أننا جميعا نتبع إله واحد معناته شريعة واحدة وهذه الشريعة يجب أن نلتزم بها جميعا إيها الفكرة الأساسية فكرة جميلة وممتازة واللي يريد الآن برأيي هذا الحل أنه هذا الدين موجود نستثمر ونستثمر الإيمان للناس ونقول هؤلاء يؤمنون بلا واحد وهذا إله هذه مواصفاته الشيء التسامح والمحبة بين الناس والتعاون والتعاخي واحترام الآخرين واحترام حقوق الإنسان هذا كله أولاد الله وأبناء الله من خلق الله والإله بالحقيقة هو فعلا الناس أولاد الله يعني إنسان لا يخرج عن الدولة لا يمكن أن يوجد إنسان بدون وجود دولة لوجود سلطة فالسلطة هي الله فالمستحيل يولد إنسان خارج الدولة لابد أن يولد دولة أو سلطة ما حتى بالقبائل البداية لابد أن تولد تحت ظل دولة أو جماعة أو أمة أو قومية أو عشيرة أو دين أو مذهب فدائما أنت مولود ضمن إطار سلطوي جماعي فبالتالي أنت أولا أنت علي هناك دولة وكل ما في الأمر إن جماعات مختلفة أمة مختلفة يجي محمد الرسول قال كلنا تحت إلى واحد وأمة واحدة وكافي تفرق وكافي واستخدم الطرق السياسية والعملية في ذلك الزمان اللي بها عنف وبها بها إجبار وأرغام وهذا الطريقة القديمة فخلاص يجيك القناة لا احتقروا الآخرين يا ببدل ما تحتقر تجيبه استثمره ولا تعال أنت إنسان وأنا إنسان أنا الله خالقني وإحنا كلنا مخلوقات الدولة مخلوقات النظام مخلوقات الجماعة لا يمكن أن نعيش ولا يمكن أن نسترزق ونعمل ونحيا ونتواصل معنى الرزق من الله هو معنى الرزق من الدولة من السلطة التي نعيش تحت جناحيها فبالتالي الفكرة الدماء نفهمها بطريقة بسيطة بدون هاي الجعجع الضخمة والله وهناك جنة وجحيم ويسوي لكيها ظلمة لا هي بسيطة إنها لكي سلطة واحدة نتبه وهذه السلطة لأن نتبه عن طريق شن الحروب كما كان سابقا إنما لا يتبع رأيي يعني أحزاب متصارعة فأجان متصارعة فخلاص ما نحتاج أنهم ندخل في صراعات حزبية وتكتلات ومذاهب ونشعلها حروب إلى ما لا نهاية بعد الفاصل راح أتحدث عن مفهوم الاحتقار وراح أبيني لكم معنى الاحتقار ولماذا يدعو القنيبي الاحتقار لأن هذا يكشف يكشف شيء خاص داخل القنيبي نفسه وأمثال القنيبي وداخل كل مؤمن يكشف قضية راح أكشفها لكم بعد الفاصل ودخلينا نفهم ما هي كيف كيف يعمل ويشتغل العقل المتطرف أو المتعصب أو الايديولوجي أهلا بكم أصدقائم ما هو الاحتقار الاحتقار هو شعور داخلك أو داخل إنسان ما تجاه الآخر ما هو هذا الشعور شعور بأن هذا الشخص لا يستحق أي درجة من درجات الاحترام وأنه يستحق فقط المزيد من الازدراء والإدانة وجعله أدنى من كل اعتبار بمعنى المعاني هذا أنها مادة أو شعور تسمم الحياة فعدما يدعو السيد القنيبي ويدعو رجال الدين عموما بالمناسبة إلى إشاعة الاحتقار وإدانة الآخر وتكفيره أيضا لا تستطيع أن تكفر شخصا لا تحتقره بالتأكيد فهو الاحتقار هو يعني أولا وآخرا هناك احتقار وأن لا يمكن أن يكون هناك ينتج هذا الشعور بالاحتقار للآخرين إلا بعد أن تسقط احترام احترامك للآخر أو تسقط أي اعتبار له وتجعله أدنى من أي اعتبار فبالتالي هو مكفر أصلا يعني الشيء الآخر يحتقار الفرق بينه وبين كراهية أن الاحتقار لا يظهر فجعه هناك سوابق أو استعدادات خاصة لهذا احتقار هناك منظومة ذهنية خاصة الذي يحتقر الآخر الذي يدعو الاحتقار الآخر ويطالب باحتقار الآخر هناك أهداف داخلية موجودة داخل هذا إنسان وهناك حصيلة مجموعة من المعارف والمشاعر التي اجتمعت معا وأدت إلى ظهور هذا الاحتقار فلا يهدث فجأة هكذا مستحيل مفهوم الاحتقار بهذا المعنى هو مفهوم له علاقة بالتنمر واستصغار الآخرين وازدراءهم معنى هذا أنه أنت الآن مثلا لا تستطيع أن تدافع عن حقك في احتقار الآخرين لا تستطيع أن تدافع عن ما يسمى حق هذا ليس بحق إنما أنت تحاول أن تفرض وصايتك الأخلاقية على الآخرين أو على شخص تعتبره لا يستحق الاحترام ولا يستحق أن ينال منك أي نوع من أنواع التكريم وهذا مسألة يعني كفيلة بتدمير أي نوع من أنواع التواصل البشري البشر ولدوا ككائنات اجتماعية فبالتالي الاحتقار هو يعني البايروس الذي يدمر أي علاقة بين البشر فهذا عكس الطبيعة البشرية وعكس الفطرة وعكس كل شيء لكن تغلف بهذه المشاعر لكي يتم نشر التوتر كما قلت كسر العلاقات بين أفراد البشر وكسر أي فرصة لوجود النوع من أنواع التواصل بين الجميع ومن أجل ماذا من أجل أن ينفرد البعض بحصة له من الجماعة البشرية ويعتبرها حصته الخاصة باسم يعني باسم عقيدة دينية أو عقيدة فاشية أو عقيدة نازية أو عقيدة عشائرية قبلية يخلقون ألف قضية وقضية من أجل أن يمارسوا التسلط على الآخرين هو قد يكون هو مقتنع بهذا الشيء يعني هذا الذي يحتقرك أو الذي يجعل الاحتقار هو مستفيد من هذا الشيء ويصل به درجة يعني تصل به درجة التنمر إلى الاختناع بذاته المعنى من المعاني أيضا أنه أنت أنت عندما تحتقر الآخر هو شخص ليس له رأي يعني لا حق له بإبداء أي رأي هو شخص أو كائن أو جماعة لا لا علاقة لهم بك هم في واد واطئ جدا ولا يصلون إليك أنت لا يوصف من نوع الكبر والغرور يعني في عمق الاحتقار أو الدافع الاحتقار هو فيه تعالي بالغ وتنمر هائل على الآخرين بحيث أنت تشعر بأنهم لا يمكن أن تتواصل معهم لا يمكن أن تستمع لهم حتى لا يمكن أن تفكر بأنهم لديهم رأي له نوع من القبول لا تدخل معهم في حوار القنيبي من هذا النموذج المتعصب دينيا والمتعصب إديولوجيا طبعا كانوا أدلا بعثين في حياتي شفت شوعيين شفت ماركسيين شفت أيضا بعضهم رياضيين وحتى في العلاقات العاطفية موجودة هذا الشعور بالاحتقار للآخرين موجودة ظهرة بشرية فهؤلاء يعني يعتبر بأنه الآخر لا قيم له ويعتبر بأنه أعلى من الجميع وأن المساعة المشتركة بينه وبين الآخرين تم قطعها وأن لا مجاله للحوار والتفاهم وهذا الوحدة يعني هذه وصفة كاملة للخراب يعني لا توجد وصفة أكبر من هذا الخراب حتى لو افترضنا أن الآخر ويستحق الاحتقار كما يرى المتطرف على أمثال القنيبي فهذا لا يعني بأنك تحوله إلى سلوك عملي وتحوله إلى تحول الجميع إلى جيوش تقف خلفك في سبيل القضاء على من تحتقرهم هذا يعني الآخر الذي تحتقره أنت في كل الأحوال هو أيضا ليس قاصرا لديه قوة يعني وماذا تحصل بعد ذلك خلاص قتلنا أو تخلصنا من الذين نحتقرهم ثم ماذا حتى فقط ترتاح نفسيا يعني هذا الوحدة كفيل بكشف عن هذا عمق الظاهرة النفسية التي يعاني منها شخص من هذا النوع الذي يدعو لإهتقال الآخرين ويغلفها باسم الله واسم الآيات الدينية وما إلى ذلك لكن الحقيقة واضحة أنه في أعماقه هو يرفض حتى الإنصات للآخرين هو شخص يعيش شرنقة شرنقة لا تقبل دخول أي شيء عليها وكل ما عداها هو محتقر ودليل ومزدرة ولا وجود لأي فرصة للتفاهم مع الآخرين وحتى لموجودين معي هم هؤلاء أيضا محتقرين من قبل الإله الذي يعبده يعني حتى هؤلاء أيضا محتقرين وسيتم احتقال كل وعليهم فقط أن يتخلصوا من ظهرة أنهم حقراء باعتبارهم أن الله في غناء عنهم وسيستبدلهم عندما يحتاج وظيفتهم وحيدة أن يزدرون أنفسهم هنا الحقيقة التي يدعوكم إليها قادة أو دعاة الدين السلفي والشيعي وأنواع الدين والعقائد والأيديولوجي يدعوك لأن تحتقر نفسك وهو يزدر الآخر ويحتقره لكنه أيضا حتى الذي يتبعه يدعوه إلى أن يحتقر نفسه لماذا لأنه هدفه السيطرة هدفه التحويل الجميع إلى أدوات في مشاجب التنمر الذي يتلضى داخله ويعبر عنه بألف طريقة وطريقة هناك أمر آخر مهم جدا يجب أن ننتبه له وهو سعي أمثال القنيبي وأي شخص حقائدي أو أديولوجي أو يؤمن بعقيدة ثابتة طاشية طبعا وترفض وجود آخرين أن الاحتقار هدفه دائما هو منع الآخرين من أن يكونوا كما هم منع الآخر من أن يحترم نفسه وأن يستقل بنفسه ويبني نفسه بنفسه الآخر يجب أن يذل نفسه ويحتقل نفسه وأن لا يستحق الاحتقار لاحظوا العملية المركبة أن هذا الآخر يجب أن لا يكون ذاته يجب أن يتخلى عن ذاته لأن عدم تخلي عن ذاته هو الذي يحاول أن يمس قداسة الإله الذي أنا أعبده فعندما يحترم ذاته هو في الوقت نفسه يمس قداسة الإله عدم أعبر عن فكرة خاصة بي بالتالي أن أنا أعبر عن ذاتي فبالتالي يجب أن احتقر لأن هذا الشخص يحاول أن لا يحتقر نفسه أنت كلما تحتقر نفسك أنا أرفع وصايتي عليك وأعتبر خارج إطار الاحتقار الذي أنشره ك واحدة من فضائل الكبرى يعني القنابي عندما ينشر الاحتقار ويدعو للاحتقار هو يعتبر فضيلة من فضائل الكبرى وأيضا الاحتقار هو ضد الآخر الذي يحاول أن لا يكون قليل شأن يحاول أن يرتقي بذاته وروحه له يعتبر هذه عملية تستحق الاحتقار أما الذي يوجد تحت يده المؤمن الذي يقول أنا حقير في رحاب الله فهذا يعتبر هو الذي لا يستحق الاحتقار لاعظ العملية المركبة في ذهن السيد القنابي وذهن كل واحد متعصب من أمثاله طبعا وحتى كل منصفين الاحتقار أيضا موجود حتى بالمجتمع الرسمالي يعني ليس بالمجتمع العقائدي والإيديولوجي المجتمع الرسمالي دائما يركز على ثمن الآخر أن هذا هذا العامل الذي يعمل لديه أو الموظف هو له ثمن أي أن قيمة إنسان ليست في ذاته بحد ذاته إنما قيمته في العمل الذي يقوم به فعندما يؤدي حاجة الرئيس مالي أو الرئيس مالية أو الشركة التي يعمل بها هذا الموظف إلى أدي عملا ثمينا في صالح الرئيس مالية العالمية سيكون ستكون له قيمة أما عدى هذا فهو سيكون محتقرا يعني نوال مثلا هذا الشخص لديه رأي في هذا العمل لكنه لا يصب في ثمن ما يعني يقود إلى إنجاز في الشركة التي يعمل لديها فبالتالي هذا الشخص يستحق الاحتقار هناك مفهوم يسمون الاحتقار الوظيفي فهذا محتقر وظيفيا وبالتالي قد يطرد لأنه ليس ذاتا لها كرامة وليس ذاتا تستحق أن يتم تبجيلها واحترامها بل يتستحق ازدراءها أو التقليل من شأنها بمعنى الوظيفي هذا الاحتقار بالمعنى القنيبي أو المعنى الديني هو احتقار لأنه هذا الشخص استعاد ذاته وحاول أن يبرز ذاته فهذا يستحق الاحتقار لأنه هذا سيكون على حساب الإله القنيبي أو إله حسن نصر الله أو إله الخميني أو إله سيد قطب أو البغدادي وهكذا فهؤلاء الهالي يقول لك أنت كلما ازدت احتقارا كلما ازددت ازددت مقابلك تنمرا واستدت أيضا قداسة عندما ترتفع ذاتك هذا علامة خطر وبالفعل عندما ترون الحديث القنيبي تشعرون في داخله هناك بأساس بالخطر الكبير لأن يقول لك هاي المس بقداسة الله فالقداسة هو عند قضية أساسية بمعناته والمس بقداسة تنمره على الآخرين هناك قضية التي يجب أن ننتبه لها هذا إلى علاقة بتنائية المعرفة والسلطة ويقول لك إن المعرفة هي سلطة وهذا موضوع أنا رح أخصص لها حلقة خاصة خاصة المعرفة هي سلطة بالمفهوم يعني مفهوم عميق جدا بالفلسفة وخاصة فوكو وبعد ذلك ميشيل فوكو تحدث عنه وأكو كتاب أنا ستذكرته وأثناء الحديث هو مجتمع الاحتقار أنا أتذكر أكوه هايش كتاب حاول أقراء يعني وأختم أقول هناك جانب أيضا في الاحتقار جانب عنصري وكثير من الفلسفة مارسوا وأيضا مليس الفلسفة قاد السياسيين في العالم مارسوا هذه العنصرية الهائلة الكنيسة المسيحية عندما اختحموا اختحموا الإسبان أمريكا في القرن النهاية قرن الخامس عشر قالوا هلأ ليسوا بشرا وأنهم أدنى ويستحقون الاحتقار وأنهم كائنات لا نعلم ما هم فنشروا بينهم الأمراض وتأجرت مذابة حائلة وبتوقيع توقيع الرهبان المسيحيين وأيضا هناك حتى هيكل على هيكل هيكل أعتبر أنه أدام نوع أعتبر أنه الشعوب الأفريقية شعوب تستحق الاحتقار فهو تصور السيد القنيب هو إفراز لتاريخ عريق طويل من الأنصرية بين الناس مفهوم الاحتقار مفهوم هائل وخطير جدا يعني هو أشبه بقنبلة أسوأ من أي فيروس قاتل مفهوم الاحتقار وممارسة الاحتقار وتحويل إلى واقع يومي كما يدعونا السيد القنيبي ويدعو إلى أدخاله في نظم التعليم والتربية تخيلوا خطورة الموضوع يعني لا تستهينون بهذا الموضوع رجان يحتاج الكثير من التأمل لأن ما يدعو إليه هذا الرجل هو ربما لا يشعر بأبعاد الخطيرة هو بس يريد يوفر حاجة نفسية لديه حاجة عنصرية إحساس عنصرية لكنه لا يدرك أبعاد الخطيرة الناس الواعين الذين يشرفون على الناس يعني الحكماء عندما يسمعون هذا كلام أنا واثق بأنهم سيتصرفون تصرفا جيدا وسيضعون من يتحدث بهذه اللغة عند حده أو لا مش عند ما أدعو العنف لكن أقول أنه يجعلون يفهم بأن ما يدعو يضره أولا ويضر جماعته قبل الآخرين دون أن يشعر مجرد أن يرضي رغباته العنصرية والنفسية مع السلام